تقاوم مهنة حياكة المعاوز في اليمن عوامل الاندثار مع تزايد عمليات التدهور المعيشي والاقتصادي للمواطنين وضعف اقبال الشراء عليها خلال الآوينة الاخيرة وتعتبر حياكة المعاوز في اليمن من الحرف اليدوية المصنوعة بأدوات تقليدية وبسيطة اذ لا قد طوال الفترات الماضية رواجا واسعا مع اتخاذ فئة كبيرة من هذه المهنة مصدرا رئيسيا للرزق والعيش تبدأ الطرق الاولى لحياكة المعاوز الشعبية عن طريق تكوين السباعية بالغزل اليدوي والواح خشبية ومن ثم اضافة الالوان اليها حتى يتم ظهورها بشكلها الاولي في مظهر لايق تتكون سباعية اول مرة من الغزل ثاني حاجة تتكون من الموجة هذا الذي هو الاساس ثاني حاجة هو القلب هذا لهذه المكينة وطبعا من الالوان ضروري تكون هناك الوان في السباعية حتى تظهر بالمظهر اللائق يعني المظهر الذي يناسب الشخص مثلا انا هذه الان اول مرة عادنا اعملها عادنا اصميمها اول مرة اشوفها وعرفت حرفة حياكة المعاوز منذ مئات السنين وكانت بدايتها في القرى ومنها انتشرت الى مختلف المدن اليمنية فرغم الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وظهور الماكينة الحديثة الا ان هذه الحرفة تمكنت من الصمود امام المنافسة الكبيرة في مراكز حياكة المعاوز الشعبية في حضر موت يتم انتاج انواع كثيرة من المعاوز منها البيضاني والحديدي والشحري بالاضافة الى انواع كثيرة من المعاوز اللحجية وهذه الاخيرة بدأت تتراجع لصالح البيضاني والحديدي الانواع الذين انتجها هنا في محافظة حضر موت الان حاليا اشتهرت كثير منها الان اشتهرت البيضاني واشتهر الفرخ البيضاني وحاليا اشتهر ايضا الحديدي دخل في الاسواق كانت هناك طبعا اللحجيات فبدأت تخرف اللحجيات بشكل نسبي بس الان في هذه السنة بدأت تظهر هناك الشحري وتعتبر معامل حياكة المعاوز مصادر دخل رئيسية لكثير من المواطنين واسرهم في ظل استمرار الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تشهدها معظم محافظات البلاد قرر المحلات ارتفعت الاسعار علينا يعني اللي كان مستقر مياه الان طلعت مئتين دبلوها علينا والخيط ارتفعت الاسعار فيها ورفعنا نشوية القيمة المعاز لانه يوم ما كان يشهد مثلا هذه الحياكة ان كثير من المواطنين الان قتلين الشباب لكن اصبعت الان داعم المواطنين نتمنى لدولة وغيرها يعني تدعم هذه الحياكة هذه المعاوز ومع تراجع عمليات الاقبال على المعاوز في المعارض ومحلات البيع الرسمية يأمل كثير من محترفي هذه الحرفة اليدوية من الجهات المعنية والرسمية دعم هذا القطاع التجاري الذي يعد مصدر دخل وحيد لكثير من المواطنين ترجمة نانسي قنقر